كشفت وسائل اعلام المانية من بينها مجلة فوكس عن اقتراب الاتحاد الدولي لكرة القدم من سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر واسناد الى الولايات المتحدة الامريكية او انجلترا على ان يتخذ القرار النهاية الصيف المقبل ونشأت المجلة بنسختها الالكترونية انا فيفا قام بتغيير اجراءات التصويت على الملفات المستضيفة بحيث حق لجميع الاعضاء البالغ عددهم 211 عضو التصويت على ملفات الدول الراغبة باستضافة الحدث العالمي الابرز وكان يحق في السابق ل24 عضوا فقط التصويت امام اللجنة التنفيذية ولكن بسبب ضرورة النزاهة في هذه القضية تم تغيير الاجراءات ووفقا للمجلة فان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اتخذ قراره وسيعلن عنه نهاية الصيف المقبل وتحديدا بعد انقضاء المنافسات لمونديال 2018 والذي سيقام في روسيا واعترف جياني انفانيتو رئيس الفيفا خلال الاعلان عن نتائج المجموعات المشاركة في كأس العالم 2018 قائلا مع كامل الاسف هناك ماض سيء ويجب ان نتعلم من ذلك وان نركز على القادم واشارت العديد من الاخبار الى احتمالية سحب استضافة كأس العالم من قطر بسبب تهم الفساد ووفقا للاوساط المحيطة فسوف تخسر قطر حق بث ونقل مباريات كأس العالم لعام 2018 وكذلك سحب استضافتها للمونديال بعد اربعة احوام اشتركوا في القناة